قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وزادت مخزونات الخام 5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس لتصل إلى 430 مليون 930 ألف برميل وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشنغ بمقدار 338 ألف برميل مسجلة أول زيادة أسبوعية بعد انخفاضات على مدى 11 أسبوع متتاليا وهبطت مخزونات البنزين 6 ملايين و300 ألف برميل